اهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في نشرة الأخبار المباشرة من قناة العيون أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني اليوم الأربعاء عن ارتياحها لإفراج عن الشابة الصحراوية محجوبة محمد حمدي الداف التي كانت محتجزة منذ الصيف الماضي بمخيمات دوف ونقلت وكالة أوروبا بريس للأنباء عن متحدث باسم الخارجي الإسباني اعربه عن ارتياحه للنهاية السعيدة للمعاناة التي عشتها هذه الشابة الصحراوية وأضافت الوكالة أن محجوبة توجد حاليا بالجزائر العاصمة في انتظار ترحيلها إلى إسبانيا وعلى غرار باقي الأقاليم الأخرى للمملكة لقيت مركزيات نقابية جوبا ملحوظا للإدراب العام وبحسب بلاغ توصلت به القناة عن ولاية الجهة فقد بلغت نسبة الإدراب حوالي 34% المزيد مع السلك رحال وصالح رقيبي مؤسسات عمومية بالعيون شهدت شللا تاما في الخدمات وأخرى توصل به العمل لكن بوثيرة نقل عن المعهود بنسبة تراوحت بحسب بلاغ توصلت به القناة من ولاية جهة عين بوزر الساق الحمراء بين 0% و89% موزع بين قطاعات عمومية والقطاع الخاص إدراب يأتي في إطار مطالب مختلفة يأتي هذا الإدراب بالأساس على المشروع الحكومي المجحف لحل مشكل سناديق التقاعد هذا المشروع الذي سيتم حله فقط على حساب الأجراء والموظفين أيضا يأتي هذا الاحتجاج أيضا على مجموعة مزيادات التي أقرتها الحكومة والتي مستت أيضا مباشرة هذه الطبقات الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة هناك مؤسسات التي تسدد الأبواب باعتبار استجابة مثلا المصلة مثلا جمال الدين 25 مارس أنس بن مالك واحد مجموعة هذه المؤسسات حسب المعطايات المتوفرة فجل المؤسسات إذا ما كناش 100% فهي تفوق 90% المؤسسات بالتعديد إدراب ننذاري ونظمته مركزيات نقابية من أجل تكريسي هدف الحوار الاجتماعي نحن نقول على أنه يشهد التام بعد المرافق العدلية القطاع هذه الإسكان 70% ثقافة 70% تقابل معدن 8% الونيب 100% الوكالة الحاضرية وصل 60% تكوين مهنة 50% القطاع البنكية أنتم لا ترون بعض الوكالات البنكية التي سددت الأبواب ديرها نحن نقول على أن القطاع العام والقطاع الخاص اليوم وشغيلة القطاعين عطت الرد المناسب على هذه التجاوزات والمسبب للملفات والمكتسبات الحق وشغيلة لنظر المجمسيني الإدراب مجاش عن فراغ وإنما عن سرات وبات ديال الحكومة لأنها في الحقيقة تعنتت وتعمدت أنها تقلص طاولة الحوار وتحل المشاكل مع الفئات المناظرة في جميع القطاع النقابة استجابة للمركزية قامت المنظمة الديموقعاتية إدرابا عاما وطنيا نظرا للتراجعات الحكومة على المكتسبات الطبق العاملة وبحسب بلاغ ولاية جهة فقط بلغت النسبة العامة للإدراب على مستوى مدينة ريون 37.74% في القطاعات التي يشتغل بها أزيد من 20 ألف عامل انخرط منهم حوالي 7 ألاف في إدراب 29 من أكتوبر الداخل وبدورها اليوم كانت على موعد مع الإدراب العام الذي دعت إليه العديد من النقابات على غرار باقي أقاليم المملكة المزيد عن هذا الموضوع في متابعة محمد ترزي ومحمد يدس عدة نقابات مركزية من الأكثر والأقل تمثيلية دخلوا إضرابا وطنيا فشلت ممثليتها بالداخل العمل بعدة مؤسسات وإدارات بنسبة متفاوتة مطالبها شملت وقف كافة الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة في ملف التقاعد وسن سياسة اجتماعية فعالة لتحسين دخل المأجورين مع نقاط أخرى دمنا الملف المطلبي وذلك لإسماع صوتها وإبلاغ المسؤولين لرفضنا التام بالسياسة الحكومة السياسة اللاشعبية من خلال إصرارها على إثقال كاهلين عمو المواطنين بالسيادة الصاروخية في أتملة المحروقات والماء الصريح للشرب والكهرباء وكذا المواد أساسية وهذا الإضراب فهو إضراب إنداري نتمنى من الحكومة إعمال العقل لنزعفة الاحتقان الاجتماعي والمبادرة إلى عقد جلسات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية لتلبية مطالب المشروع لعموم المأجورين موظفون ومأجورون من بريد المغرب والتعليم والصحة والقطع البحري وبالجماعة المحلية ومن إدارات الماء والكهرباء والعدل والسكن والتعمير وغيرها من المؤسسات العموية بالداخلة دخل العديد منهم إضرابا عن العمل لتقوية الرسالة التي أوصلت هذا اليوم لمن يعنيهم أمر البت بمطالبهم الجماعية بيكليميم وعلى غرار باقي ربوع المملكة انخرطت العديد من النقابات الحيوية اليوم بالإضراب العام الذي دعت إليه مركزيات نقابية نسبة المشاركة في هذا الإضراب على مستوى الإقليم تداربت كما يطلعنا على ذلك روبرتاج حافظ محضار حيجب تامك ومحمد بعيريس ما ظاهر إضراب عن العمل لهيئة التدريس تعكسها الصور التي التقطتها كاميرا القناة من داخل فصول هذه المؤسسة التعليمية الابتدائية بمدينة كليميم وذلك تلبية لدعوة المركزيات النقابية الثلاث التي تبنت الشكل النضالي الدائرة التربوية بهذه المؤسسة تؤكد أن نسبة الاستجابة لهذا الإضراب الوطني حددت في حوالي 30% كما يعلم الجميع اليوم يوم إضراب يعني دعت له النقابات وكان الاستجابة من طرف هيئة التدريس البعض أنه أضراب والبعض أنه كان في الأقسام المخدامين وهذه النسبة ربما كانت تروحة أكثر من 30% بالنسبة لهذه المؤسسات بالضبط وبلغة الأرقام تحدثت في مصادر نقابية محلية عن بلوغ نسبة المدربين لكافة القطاعات 62% بالإقليم في الوقت الذي أكدت مصادر رسمية للقناة أن النسبة لم تسعد 24.56% في الشأن تربوي تواصلت من إقليميم المشاورات الجهوية حول إصلاح منظومة التربية والتكوين وهي المشاورات التي أطلقها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في مسعى لتجميع أفكار وتصورات كافة المتدخلين والفاعلين المحليين بخصوص إصلاح هذه المنظومة حفظ محدار ومحمد بعيريس متدخلون في حقل التربية والتكوين وفاعلون محليون بجهة قليم مصمرة خلال جلسة الحوار الجهوي حول تأهيل المنظومة التربوية حلقة أخرى في سلسلة لقاءات مماثلة بكافة جهات المملكة لتعبئة كل الأطراف الفاعلة والمتدخلة في هذا المجال من أجل خراط جماعي في تأهيل المدرسة المغربية هذه محطة أخرى من المحطات التي قام المجلس أعلى التربية والتكوين بتنظيمها على مستوى جهات الوطن طرح مجموعة من المحاور للنقاش ويهدف إلى إبراز الخصوصية حسب كل جهة الغاية هي إعمال المقاربة التشاركية والتي تشكل جوهر عمل المجلس لاستفادة من الخبرة والتراكم المهني باعتبار أن الفاعلين التربويون يوجدون في الصفوف الأمامية لتنزيل مختلفة القرارات التي تتعلقوا بتدبير منظومة التربية والتكوين وأيضاً هم قاعدة هارم منظومة التربية والتكوين يأتي هذا اللقاء كرجع صدى يعني كإرجاع ما تم ما صعد من جهة إلى طبيعة الحال إلى الوزارة وما تم تجمعه حتى يكون كنقطة انطلاق لهذا الجميع الثاني للإقتراحات يعني بعد أن تم تشخيص الوضع ده نحن مرينا الوضع ديال جمع الاقتراحات من جميع المتدخلين والفاعلين في هذا الميدان إذن في هذا الإطار كي يجي هذا العمل الذي تقوم به المؤسسة الدستورية اللي هي عين خارجي على منظومة التعليم هذه المحطة التشاورية تحت فرصة لعديد الفاعلين الجهويين والمحليين لإبراز تصوراتهما وكذا مقترحات وأفكارهم لبلورة دعامات وأهداف الإصلاح التربوية الذي سيمكن من الارتقاء بمنظومة التربية وتكوينه تم التركيز على مجموعة من قطعه هي المحاور الأساسية من أجل النهوض بالعملية التعليمية التعلمية من خلال التركيز أولا على التلميذ وعلى المناهج وعلى المدرس وعلى دور الشركاء وعلى كذلك العمل على التأهيل وتضمين الجهوية داخل المناهج التربوية أهم الملاحظات بالنسبة لي تجاه مجلس الأعلى أنه يعود النظر في التوجه المجالي من ناحية يجي مع هذه الشركة الجهوية كيف؟ أن الجهة الجنوبية ما زالت تدعني من نقص كبير من حيث التوازن المجالي من حيث صناعة التعليم هي مناسبة نؤكدنا فيها على أن الشغلة التعليمية بالجهة في عمس الحاجة إلى العديد من الإصلاحات لتعمل بشكل جيد في ظروف جيدة ولا ننكر أن هناك مجهود يبدل وبدل للرقيب المنظومة وبالوضاع الشغلة التعليمية بالجهة لكن لا زال هناك الكثير خاصة في المجال الاجتماعي وهي فرصة طالبنا فيها بتحسين وضع تجاهل التعليم وكذلك تأهيل قطاع الاجتماعي التركيز هو على مختلف المحاور التي تطرح اختلالات هيكلية من الحجم الكبير أقل محور ركز عليه المتدخلون هو محور البحث العلمي على الاعتبار أن المسألة تشمل بالأساس السادة سيدات الأساتدة العاملين في قطاع التعليم الابتدائي والتنوي الحوار جاء متعطل لأن التعليم في بلدنا يعني غادي فوحة الهوية اللي هي يعني عام على عام خاطر على العام حنا كان السؤال لنا السؤال لنا في هذا الحوار هذا وهو خاصة نشوف الفرق ما بين التعليم في السبعينة وثمانينة واليوم في ألفين أنا كنت تفاجه بأن النسدى بديل ألفين يعني أصبحوا فاشلين في التعليم الحيز الزمني الذي خصصة لهذا النقاش من هذا النوع والحجم القضية وطبيعتها وليه هي قضية وطنية كان حيزا ضيقا كان ينبغي أن يكون هناك متسع من الوقت ونوز على ورشات نخرج بتوصيات ونتمنى باش تكون ملزمة منتديات الجهوية إذن ينتظر وأن تشكل إضافة تكرس المقاربة التشاركية التي اعتمدها المجلس الألال للتربية والتكوين والبحث العلمي كآلية لتحقيق إصلاح فعلي لمنظومة التربية والتكوين ولتسليط الضوء على سياق المشاورات الجهوية كان الزميل حافظ محضار قد أجرى لقاءا مع سيد عبد الناصر ناجي عضو المجلس الإقليمي للتربية والتكوين والبحث العلمي نتابع إذن يحضر معي سيد عبد الناصر ناجي عضو المجلس الألالي للتربية والتكوين والبحث العلمي سيد عبد الناصر أكيد هذه المشاورات الجهوية محطة أخرى اليوم بقليميم أكيد فرصة لتعميق النقاش حول مجموعة الملاحظات والتصورات الفاعل المحليين أهم الأفكار والتصورات لطرحة اليوم هذا اللقاء الجهوي يندرجه كما تعلمون في إطار الجولة التي يقوم بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في ربوع المملكة في إطار الحوار الجهوي لتأهيل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي محطة قلميم تندرجه من هذا البرنامج الوطني وكانت مناسبة طبعا لاستطلاع آراء الفاعلين التربويين ومختلف شركاء المدرسة حول واقع منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب وكذلك حول الآفق أن المهم بالنسبة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هو تفعيل مقاربة التشاركية ومعرفة آراء مختلف الفاعلين في إطار استطلاع مختلف الآراء في أفق إعداد تقرير استراتيجي حول المنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي هذا التقرير الذي سيحدد أهم داخل الإصلاح بالنسبة للمستقبل المنظومة وأهم المحاور الاستراتيجية التي يجب أن نشتغل عليها في المستقبل القريب والبعيد في نظركم ما هي الإضافة التي يمكن تجيبها هذه المشاورات خاصة في ذلكراهات والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة هذه التربية والتكوين أهم إضافة هي في الواقع تتعلق بإشراك فاعلين جهويين لهم خبرة ميدانية وخبرة جهوية هذه الخبرة الميدانية تمكن من معرفة أهم الاختلالات الموجودة على مستوى كل جهة وأهم الاقتراحات التي تنبع من الواقع المحلي والواقع الجهوي لكي نضيف هذه الاقتراحات الجهوية التي تعكس الخصوصيات المحلية والإقليمية والجهوية نضيفها إلى تقرير الاستراتيجي الذي سيعده المجلس بعد هذه المشاورات وبعد رصد هذه الأراء والتصورات والأفكار يعني الخطوة القادمة الخطوة القادمة طبعا أول خطوة هي استثمار هذه الخلاصات في تقارير جهوية وتقارير الموضوعاتية ثم تقرير وطني بعد ذلك سيتم استثمار هذه الخلاصات بالإضافة إلى مداخل أخرى مثل جلسات الاستماع التي قاموا بها المجلس وكذلك مشاريع المستقبلية التي قدمها وزراء القطاعات المعنية والمذكرات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني كل هذه هي مداخل لإعداد هذا المخطط الاستراتيجي بحيث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سينكب على جميع هذه المعطيات لاستثمارها جميعا في إطار خطة واضحة تستهدف إعداد هذا التقرير الاستراتيجي المستقبل سيعد الناصر ناجي عوض المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي شكرا لك على التوضيحات في أخبار المجالس المتخبة عقد اليوم المجلس الإقليمي للعيون دورته العادية برسم أكتوبر الدورة حضرها والي الجهة وأعضاء المجلس تدرسوا نقاط عديدة نتعرف عليها رفقة محمد فاضل أبو الحسن ومحمد مشنع أربع نقاط تضمنها جدول أعمال دورة أكتوبر العادية للمجلس الإقليمي للعيون الوضعية الإدارية للموظفين التابعين للميزانية الإقليمية عدت النقطة الأهم نظرا لبطء حل مشكل هذه الفئة بينما همت النقاط المتبقية الأخرى تحويل اعتمادات وإعادة برمجة الجزء الثاني من ميزانية المجلس لهذه السنة وقد كان المجلس الإقليمي للعيون قد تدرس في هذه الدورة كذلك تهيئ الميزانية الإقليمية للسنة المالية المقبلة روبرتاج النشرة ينقلنا إلى الجماعة القروية الطاح والمشروع الكبير للتهيئة الذي ستشهده الجماعة بمبلغ مالي يناهز دلالة ملايير سنتيم المشروع الذي سيرى النور قريبا تكلفت الوكالة الحضرية بتقديم دراسة حوله تفاصيل أوفار رفقة السالك رحال والصالح حرقبي اجتماع الدورة العادية لشهر أكتوبر للجماعة القروية للطاح استحوذ عليه النقاش حول الورش الكبير للتهيئة الحضرية للجماعة ثلاثة ملايير سنتيم هو الغلاف المالية الذي ستتم تعبياته من أجل إنجاز مساحات خضراء وحضائق مجهزة بأحدث التجهيزات والخدمات والمرافق التي ستغير معالم الجماعة القروية تماما مشروع مهم أنجزت دراسته الأولية الوكالة الحضرية ويأمل المجلس الجماعي لطاحة منه الكثير من حيث جلبوا الاستثمارات هذا المشروع الذي نداره مشروع الذي هو مهم للطاقة الرحية وهذا حرك شعورنا حرك شعورنا واجعلنا حتى نتحرك نواكبه وننشأدنا هذا التصميم للتهيئة لهيكلة الجماعة وهو مشروع صائب في محله وإن شاء الله باش نكونوا في المستوى اللي هو مطلوب ماشينا بقاو قاعدين ومربعين ليدين والله أفكارنا ما يتحركوا ونحن إن شاء الله قادمين عليه وغاد يكون إن شاء الله مشروع ناجح ومشروع الجميع المغاربة تدخلوا كالحضارية من أجل إعطاء وحضار رفعات وحضار رفعات تنموية لهذا المركز من ناحية المعمارية ومن ناحية التعميرية هذا التدخل في هذا المشروع كما تمتل شرع إليه سابقا 30 مليون درهم والتي هم خلق فضاءات وسائحات عمومية بالمستوى للطاح خلق فضاء للاعب الأطفال خلق واحدة رمزية التاريخية وإعطاء الدفع النصب التذكاري لتتمين هذا التدخل هذا نفتخر بهذا المشروع هذا المشروع هو مهم ومشروع متميز جدا خاصة في بلد الحدود الوهمية والمكان الذي صلى فيه صاحب الجلال فهذا المشروع نفتخر به والله يعطينا قفزة نوعية إلى الأمام والله يجيب لنا السياحة والله يجيب لنا المشاريع ولا يشجع المستثمرين على الاستثمار في الطاح للجماعة القروية الطاح قيمة تاريخية كبيرة في نفوس المغربة ملكا وشعبا إليها وفدت طلاع المسيرة الخضراء وفيها مصلى المغفور له الحسن الثاني وشهدت أحداثا تاريخية مهمة ومع ظهور هذا المشروع الكبير إلى الوجود ستلبس المنطقة حلة جديدة يغلب عليها الطبع الاقتصادي والتنموي الذي سيعود بالنفع على ساكنة هذه الجماعة القروية ثلاث نقاط تذيرت اليوم خلال دورة مجلس الجماعة القروية للتشارة تنقلت مشروع السنة المالية المقبلة 2015 فضلا عن نقاط أخرى نتعرف عليها رفقة تسالك بوشدور ونيمة المغيفري النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لجماعة القروية تشيرا تم تثارتها خلال مداخلات أعضاء المجلس وهمت دراسة مشروع ميزانية المجلس لسنة المالية المقبلة 2015 كما عرج اللقاء على استعدادات الجماعة للاحتفال بعيد المسيرة الخضراء مطلع الشهر القادم فضلا عن تناول اللقاء برنامج تنمية وتعهيل مركز الجماعة تنمويا دعوة لجميع المساهمين في هذا البرنامج هذا أن نطلبهم باشي يساهموا معنا ويدعمونا لإنجاح هذا البرنامج هذا إن شاء الله اللي غادي يعطي دفع قوية خاصة للجماعة القروية الجيرا اللي غادي تتنمى إن شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي تشجع الاستثمار وتشجع حتى الإعمار دي الجماعة وكذلك هناك بعض البرامج اللي هي اللي غادي تكون مديرة للدخل الساكنة الأصلية الجماعة خاصة القطاع الفلاحي منها طربية الماعز وطربية الإبل وبهذه كذلك المنسبة ندعي جميع الساكن اللي كمارسوا هات القطاع هذا باش ينظموا رسم يخلقوا تعاونيات ليكونوا يعملوا في إطار قانوني ثلاث نقاط إذن أفضت إلى وضع مجلس الجماعة الخطوط العريضة لبلورتها على أرض الواقع في الأفق القريب تمشيا مع حاجات الساكنة ومتطلبة التنمية ومواكبة لتطور والدينامية التي تشهدها كافة القرى والجماعة بالمملكة اختتمت يوم أمس زيارة المشاركين في لحاق القوارب الشرعية بالداخل وبحضور والي الجهة وفعاليات عديدة تمثل قطاعات مختلفة وتم بالمناسبة تسليم العلم الوطني للجنة المنظمة على أن يستكمل اللحاق محطاته الأخرى التي ستقوده إلى كل من موريتانيا وسينيغان آخر مستجدات الأقاليم الجنوبية ليوم غد في تقرير لسارك رحل نستهل قراءتنا بجديد صحف صادرة يوم غد الخميس من يومية الأخبار وكتبت اعتبر صلاح الدين مزوار وزير الخارجية وتعاون أن الدعاءات الجزائر للمملكة بافتعال أزمة بين البلدين بعد حدث هجوم الجيش الجزائري على مدنين مغاربة ينبع من خطاب بئيس ومنطق متجاوز لا يحترم أي ضوابط سواء تعلق الأمر بحسن الجوار أو المصارح المشتركة بين البلدين أو العلاقة التاريخية بين شعبيهمها واتهم مزوار الجزائر باللمسورية في التعامل مع قضايا الجدية وقال كنا نأمل أن يكون الرد في مستوى خطورة الحدث وأضاف إلا أن جواب الجزائر غير مسؤول حيث ادعت أنه كانت هناك طلقتين في الهواء دون أن تكون هما من أصابت المواطن المغربي وقالت إن المغرب ابتعى لهذه الأزمة وكأن المغرب ليس له ما يقوم به سوى البحث عن استفزاز الجزائر معتبرا أن هذا المنطق متجاوز ولا يحترم حسن الجوار ولا العلاقات التاريخية ينظر للماضي ولا ينظر للمستقبل يضيف وزير الخارجية وتعاون وارتباطا دائما بما كتب عن الأقليم الجنوبية للمملكة كتبت صحيفة إس برايس شرعت محطة الطرفاية الريحية لإنتاج الطاقة الكهربائية في تغذية الشبكة الوطنية التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء بنحو 250 ميجاوات من الطاقة الكهربائية وقال عبداللطيف غالي مدير الاستغلال بشركة طرفاية للطاقة المعروفة اختصارا بطريق والتابعة لمجموعتين عريفة المغربية وسويزة الفرنسية إن هذه المحطة ستصل إلى درجته القصوى من خلال رفع مستوى التغذية إلى 300 ميجاوات بحلول شهر دجمبر المقبل غالي أضف أنه عمليا تم الانتهاء من كل مراحل المشروع الذي تطلب استثمارا بقيمة 5 ملاير سنتيم وذلك بشكل نهائي حيث أن بداية شهر دجمبر ستعرف عمل محطة الطرفاية بكل طاقتها الانتاجية ضمن مستوياتها القصوى من جانبها وضح جون بيتر جولز مدير قطب العنفات الريحية بمجموعة سيمينسة الألمانية أن الطاقة الكهربائية المنتجة عبر عنفات ريحية جد متطورة توازي حاجيات مدينة من حجم مدينة مراكش أو ما يناهز مستلزمات 1.6 مليون نسمة تقريبا من الكهرباء يومية صحيفة الناس كتبت في عدادها الصادر يوم غدر الخميس كشفت السلطات الأمنية باسمارة مؤخرا عن حصيلة المجهودات الأمنية التي تقوم بها هذه الأخيرة في التصدي ومحاربة شتى أنواع الجريمة والانحراف وتأتي هذه الخطوة في طار سياسة القرب المعتمدة على التواصل المستمر الذي تنهج الإدارة الأمنية وذكرت صحيفة الناس بأن مجموعة القضايا المسجلة خلال هذه المدة وصل إلى 150 قضية همت قضايا الحق العام فيما وصلت باقي القضايا إلى 163 قضية وصل فيها عدد المقدمين في حالة صراحة إلى 34 شخص في حين بلغ عدد المقدمين في حالة اعتقال 75 شخص نصل اللحظة إلى الفقر الخاصة بأحوال الطقس غدا إن شاء الله مرور صحب منخفضة بالصباح فوق السواحل الشمالية للمنطقة درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 17 درجة بقلتة زمور 22 درجة بمدرقة في حين ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 34 درجة بكل من الطنطان ومدرقة 25 درجة بالداخل في حالة البحر بالواجئة الأطلسية سيكون البحر قليل الهاجان إلى هائج عموما طلوع الشمس غدا بمدينة العون سيكون على تمام الساعة السابعة وأربع دقائق أما غربها فسيكون عند تمام الساعة السادسة وسبع دقائق إن شاء الله أما عن بعض درجات الحرارة في بعض المدن المجاورة لبلادنا فسيكون على الشكل التالي 40 درجة بباماكو 31 درجة بكل من النواكشوت وتندوف 27 درجة بنواذيب مع تجهيل 30 درجة بالعصم الرباط قبل الختام نذكر مشاهدنا الكرام أنه يمكن لمنفاتته متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الانترنت تسانير تيب ويما كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذا عتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاتشاري لشؤون الصحراوية كوركاس.com كما يمكنكم متابعة نشرة الأخبار وجديد البرامج عبر الآيكون وهواتف الأندرويد وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبستور وغوغل بلاي كما تلتغون غداً مع إعدالي هذه النشرة على قناة المغربية النشرة انتهت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر